أعلنت للحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني سيستقبل اليوم في العاصمة روم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية فايز السراج يأتي هذا اللقاء غدا تكتماع السراج مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي في فرنسا حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد باستثناء الحرب ضد الجماعات الإرهابية بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن وقد أكد رئيس الفرنسي ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب المباحثات ضرورة دعم جهود التسوية والوصول إلى حل سلمي للأزمة الليبية